بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظم سلطانك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ثم أما بدي الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ما بعد ونحن في هذا الشهر الكريم شهر شعبان هذا الشهر الكريم الذي قال فيه رسول الله تعالى اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان فنقول نحن كذلك اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان بما يرضيك عننا يا رب العالمين فكما قال العلماء شهر رجب هو شهر الحرط وشهر شعبان هو شهر السقي وشهر رمضان هو شهر الحصاد وشهر شعبان هو بمعنى شهر الاستعداد لرمضان فالاستعداد كما تعلمون هو سنة دنياوية في جميع الأعمال الإنسان لا بد له من عمل يقوم به قبل أن يشرع في مشروعه الذي يريد أن يقوم به وهو أيضا صنة شرعية في ديننا حتى في مجال الرياضة الناس يبدلون قصار جهدهم للفوز بكأس العالم يقومون بتدريبات واستعدادات ليس قبل شهر واحد ولكن قبل سنين أوليس الحرص على الفوز بجوائز رمضان أعظم وأكبر والاستعدادات لرمضان يقوم على شقين أساسيين الشق الأول لاستعداد القلب والروح والثاني يكون بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي والاستعدادات الاستعداد الأول والشق الأول هو الاستعداد القلب والروح فشعبان هو شهر التدريب وشهر التكوين وشهر الإعداد لرمضان شهر شعبان بمثابة توطئة للرحمة وتهيئة للمغفرة جميع العبادات كما تعلمون التي فرض الله علينا لها توطئة ولها مقدمة الصلاة مثلا تتوضأ للصلاة ثم تنشغل بالذكر والدعاء والاستغفار ثم النوافل القبلية كل هذا هو توطئة وتهيئة ومقدمة للدخول في الصلاة والحج والعمرة مثلا نقوم بمنسك عظيم ألا وهو الإحران فكذلك شهر رمضان يأتي شعبان كمقدمة وتوطئة للدخول في هذا الشهر الكريم وهو باب لرمضان بمعنى ما تريد أن تقوم به في رمضان فعليك أن تقوم به في هذا الشهر الكريم تريد أن تصوم في رمضان قم بهذا الصيام من الآن ودرب نفسك عليه تريد أن تقوم الليل وأن تقرأ القرآن الكريم وأن تغد بصرك وأن تتصدق قم بهذه الأعمال من الآن ودرب نفسك عليها ولين أعضائك وقلبك وروحك لهذه الأعمال فالناس في العبادة الناس نوعين هناك ناس تدخل عليهم العبادة وناس يدخلون على العبادة أيهما أفضل في نظركم الذي يدخل على العبادة والطاعة أو الذي تدخل عليه العبادة فبالطبع الذي يدخل عليها يكون مستعدا لها ومتهيئا لها قال الله تعالى في كتابي الكريم في حق المنافقين أعضى الله وإياكم منهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وقال في حق المؤمنين جعلم الله وإياكم منهم قال رجال صدق ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل ينتظر بمعنى جاهز ومستعد للحق قيل لأحد الصالحين أحد الصالحين سأله شاب قال له يا سيدي متى أتحرك للمسجد هل عندما يقول المؤذن الله أكبر أم حي على الصلاة قال له يا بني إنما جعل الأذن لتنبه الغافل فوالله منذ أربعين سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد روى النساء في حديث الرسول الله سعى السلام روى النساء عن أسامة بن زيد أن أسامة بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما رأيتك تكثر الصيام في شهر كما تكثره في شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عمل إلى الله وعن الصائم في هذا الحديث لرسول الله سعى السلام هناك محطتين أيها الإخوة الكرام كما تلاحظون المحطة الأولى قال فيها رسول الله سعى السلام يغفل الناس عنه بمعنى أن العبادة في أوقات وأماكن الغفلة لها أجر عظيم ولها فضل كبير ولا يقوم بها إلا الصالحون كما كقيام الليل تعلمون قيام الليل عندما يقوم الإنسان في جوف الليل الناس نيام وأنت واقف بين يدي رب العالمين فأجرك عظيم جدا عنده ثم كذلك الثلاث الآخر من الليل كما تعلمون ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا بالكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى ففي هذا الثلاث الآخر يقول الله تعالى هل من سائل أعطيه مسألته هل من تائب أتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له فيكون الدعاء مستجاب في هذا الوقت لماذا؟ لأن النائم نائم والمستيقظ لم يستيقظ بعد وأنت واقف بين يدي رب العالمين ثم كذلك دعاء الصوق يولح الكرام كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل الصوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومح عنه ألف ألف سيئة ورفعه بها ألف ألف درجة لماذا هذا الأجر العظيم في هذا المكان؟ لأن الصوق كما تعلمون هو مكان الغفلة وليمن الكذبة وفيه كذلك الغش فمن كان يذكر الله في هذا المكان وفي هذه الأماكن أجره عظيم عند الله وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة مع رسول الله الذي يذكر الله ويعبد الله في أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة له أجر عظيم ثم المحطة الثانية في حديث رسول الله قال فيه ترفع الأعمال إلى الله والأعمال إلى الله رفع الأعمال يكون بثلاثة أنواع هناك رفع يوم كما تعلمون في حديث رسول الله قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أي في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ولهذا المؤمن ينبغي أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها وفي بيوت الله عز وجل وخاصة صلاة الصبح وصلاة العصر فإذا رجعت الملائكة إلى رب العالمين يسألهم وهو أعلم بعباده سبحانه وتعالى يقول لهم كيف وجدتم عبادي فيقول وجدناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهناك رفع أسبوع أيها أخوالكرام أن الأعمال ترفع إلى الله في كل أسبوع يوم الاثنين والخميس كما جاء في حديث رسول الله فيغفر الله تعالى لعباده إلا المشرك والمتشاحن الذي كان مشركاً والذي له خصام ومقاطعة مع إخوانه الله لا يغفر له في هذه المرحلة بمعنى من أعظم الاستعدادات لرمضان أن نصلح علاقاتنا مع أهلنا وجيراننا ومع الناس جميعاً وهناك رفع سنوي يكون في هذا الشهر الكريم في شهر شعبان فإياك أيها المسلم أن تضيع هذه الفرصة الغالية جداً فهي آخر فرصة للدخول في رمضان ففي شهر شعبان الحساب الختام للسنة لأنه آخر الشهر التشريعية والسنة التشريعية تبدأ برمضان وتختم بشهر شعبان ولهذا يكون شهر شعبان هو شهر التصفية للسنة الماضية إن صح التعبير أيها الإخوة الكرام وهناك نعم النواهي بمعنى الإنسان وتختم بشعبان كما قلت تختم بشعبان لأن السنة هناك سنة ميلادية وسنة هجرية وسنة شريعية شعبان يقع فيه تصفية السنة الماضية كما فيه منحة ربانية فإياك أيها المسلم أن تضيه هذه المنحة الربانية ليلة النص من شعبان قال فيها رسول الله صح فيها هذا الحديث أنه إذا كان ليلة النص من شعبان الله ينظر إلى عباده فينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يغفر للمؤمنين جعلني الله وإياكم منهم ثم كذلك يملي للكافرين أعظنا الله وإياكم منهم والقسم الثالث قسم خطير جدا يدع المتشاحنين حتى يصطلح كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والشق الثاني في الاستعداد لرمضان هو توبة العبد من الذنوب والمعاصي لأن من سنن الله عز وجل أن العبد يحرم الطاعة بسبب ذنب وقع فيه مثلاً إذا أخذنا شخصين فأراد أن يقوم بالصباق أحدهم مقيد ومكبل والآخر غير مقيد فمن الذي يسبق ويفوز فبالطبع سيكون الغير المقيد فكم من أناس اليوم يدخلون إلى رمضان وهم مكبلون ومقيدون بالذنوب والمعاصي فيحرمون جوائز رمضان وفضائل رمضان التي منها مغفرة الذنوب والعتق من النار والدخول إلى الجنة اسمعوا أيها إخوة الكرام إلى هذه القصة جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه فقال له يا إمام إني أعد طهور لقيام الليل فلا أستطيع قال له هذه علامة سوء الذي منعك هي ذنوبك ويقول أحد الصالحين يسمى سفيان الثوري رحمه الله كان يقول حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب وقعت فيه ثم كذلك من الصالحون من هؤلاء النمادش كيف كان الصالحون مع العبادات وخاصة مع رمضان دخلوا على أحد الصالحين اسمه كرزي بن أبار وهو يبكي بكاء شديد قالوا له لما هذا البكاء أجاءك خبر فقد أحد من أهلك قال لا الأمر أشد من ذلك قالوا أأصبك مرض قال لا الأمر أشد من ذلك قالوا فلما هذا البكاء قال أنا بابي مغلق مع ربي أنا لم أقرأ ورد البارحة وما هذا إلا لذنب وقعت فيه ويقول أحد الصالحين هؤلاء الناس وهؤلاء الصالحون الذين ينبغي أن نقتدي بهم أبو سفيان درني يقول والله ما فقدت صلاة جماعة إلا بذنب وقعت فيه فمن أعظم الاستعدادات لرمضان أيها الأخوة الكرام كنتيجة وكخلاصة لهذا الكلام من أعظم الاستعدادات التوبة من الذنوب والمعاصي لندخل إلى رمضان تخيلوا أيها الأخوة الكرام أن يدخل تخيلوا أيها الأخوة الكرام من دخل رمضان وقلبه مغلف بالذنوب والمعاصي ومغطى بالذنوب والمعاصي وران كما قال الله تعالى في كتاب الكريم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعظم الله وإياكم من هذا النوع من القلوب فالخشوع يريد أن يدخل إلى هذا القلب فيجده مغطى ومغلف فلا يجد منفدا ولا طريقا ولا سبيلا إلى هذا القلب فيرجع هذا الخشوع قل هذا في الصلاة وفي الدعاء وفي قراءة القرآن الكريم وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء فإذا زادت زادت وإذا تاب انسقل هذا القلب حتى يغطى بالذنوب فإن بغي إذن من أهم الاستعدادات لرمضان منذ هذا الشهر الكريم أن نكسر هذا الغشاء وهذا الغلاف وهذا الغطاء الحاجز الذي يمنعنا من الخشوع يغطي القلب وهذا لا يكون إلا بالتوبة والاستغفار وبالأعمال الصالحة وكذلك أيها الأخوة الكرام السرعة والسباق في جميع العبادات وفي جميع الطاعات وخاصة في رمضان لا تكون بالسن فكم من الشيوخ يصومون ويقومون ما لا يستطع كثير من الشباب اليوم يقول أبو سفيان ثوري أو أبو سليمان داراني رحمه الله أصل حركة الإنسان هي حركة القلب ألا ترى الشيخ يقوم من الليل ما لا يقومه الشباب ويصوم من النهار ما لا يصومه الشباب إذن القصة ليست قصة أبدان ولكن هي قصة قلوب إنما القصة هي قصة قلوب إذن يجب أيها الأخوة الكرام أن نعيد الحياة لهذا القلب وحياةه نشط وذلك بأن نحرره ونخلصه من الذنوب والمعاصي والشهوات وذلك بالاستغفار والتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة فالطريق إلى الله لا يقطع بالأبدان وإنما يقطع بالقلوب وليس من العقل أيها الأخوة الكرام أن يتمنى الإنسان شيئا ولا يبذل له جهدا فهذا يسميه العلماء الغريق الأحمق معنى قصة الغريق الأحمق إنسان غرق في البحر ويرى الشاطئ بعيدا عنه وهو في وسط البحر وفي لجة البحر وينتظر أن يسبح له الشاطئ فيا له من أحمق نجاته بين يديه فلا يستغلها ويضيعها للأسف الشديد فين بغي أن نستغل رمضان لا إن بغي أن نضيع هذه الفرصة أيها الأخوة الكرام أذا ثم يقول سليمان أو يقول سفيان ثوري عالجت قيام الليل لابد من الجهد ومن المجاهدة مجاهدة هذه النفس يقول هذا الرجل الصالح عالجت قيام الليل عشرين سنة واستمتعت به عشرين سنة أخرى ويقول الله تعالى في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فنسأل الله تعالى أن يقبل علينا رمضان ونحن مستعدون لصيامه وقيامه بقلوب سلمة اللهم أيقذنا قبل الدخول رمضان اللهم حبب لنا صلاة الصبح وقراءة القرآن الكريم ومجالس العلم وصلة الرحم والصلح بين الناس ومع الناس آمين آمين والحمد لله رب العالمين